موسيقى خوتي اخواتاتي السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ديرها غاسوينا غانبداها بواحد سؤال عريض وخطير موجه للتعاديز اغنوش واش نباركو لك من دابة انتخابة 2026 راه الطريق ولا تمسرح عليك بحكم الضعف الكبير ديال احزاب المعارضة والاغلبية والحجم الكبير ديال الثروة ديالك كيقولو المغاربة ليش فتيه راكب في قطبة قول ليهم بروك العود هانتا مرة اخرى كيتأكد ان التغول السياسي والحزبي هو القوة الضاربة اليوم اقتراحك الواحد السيدة من جنابك مديرة في الوكالة الوطنية اللي بتعمل الاجتماعي كيعطيه مؤشر خاطير اللي كيهدد المناصفة وعدالة المنافتة الحزبية بغالي بغى وكره اللي كراك راه الفقر منتاشر وكبير في بلادنا وهد الوكالة كان من الافضل والاجدر يكون عراسها شخص مستقل ومحايد حيث هاد الوكالة هي اللي غتعالج طلبات لاستفادة من التعم وهاد الوكالة من اختصاصها تقبل او ترفض طلبات ديالي استفادة من التعم الموجه الفئات المعويدة وغالبا هاد الوكالة غتخدم مع الجمعيات وهد النصيق في حد ذاته يمكن تشوبو اختلالات اللي من شأنها تأثر على سلامة السنافس الانتخابي وفينكم الأحزاب وفين جاد درغ فلون اللي انتم مخيمين تحت منها واش معا قلتوش اش دارت مؤسسة جود اللي كانت كتوزع القفاف تحت شعار مليون قطع دا براهي لما تحترماتش المعايير ديالي استقلالية لهاد المؤسسة العمومية اللي عندها وضع اعتباري اراه لما لاير ديال بدراهم تقدر تمشي هنا ولهي ايو تفرجي للا فاطمة المنصور انتي وستنظار باركة وستدريت الشجار وستي اوزين وحتى انتو ماناة العدالة وستنية وحتى انتا استينابيل بن عبد الله اللي كل مرة كترسلين بنا ما كان فهموش اش غاد ينشرو فيه تفرجوا كاملين وشدوا بلسكم في جنب الطفلة راهيكسكسو جايز تريق انا سبق قلت من هاد المنبر انتي عزيز اخ نوش ما خلاشش مكان لا في البر ولا في البحر ولا في السماء ولا حتى الهواء وما دارش فيه بلاستو وحط عليه يبطو وها هو مش القطاع الصحة والمصحات والادوية احنا كنقولوا الله يزيده ولكن ما خصوش ينسب اللي هو رئيس حكومة وتضارب المصالح منوع مثل هاد المسؤوليات دا برا ما بقيناش غير في التعيينات الحزبية واللينا في التعيينات الناس اللي يخدموا معاه في شاركتهم وآره ما عندك ياهو العادة لو التنمية عينات حتى عيالك كي ينبقى ولكن الاغلبية حيدات من المسؤولية وراك غادي في نفس الطريق وكتكرر العملية اما هادوك القفاف والفلوس ديال التعم اللي يمكن تأثر على البعض انا بالنسبة ليس لفتكم قفتي وجلطي ولكن وخبر لما مفوانكم كيختلف معاك في طريقة القدمة ديالك غي يعطيك نصيحة عندك تقفراتك وتقول انا وصلت وقطعت الوادو نشفورجليا راح المخزن صعيب راح إلياس العماري وصل درجة السلطة والتحكم اللي ما وصلت حتى العشرة في المياه اللي كانت عنده وفي جرة قلم قالوا لي هرجاء البلاسكيا والتخديجة عندك يوقع لك تأخنوش موقع إلياس العماري جبالون وتقول لي حتى انت تقلب تنطاقم من البلاد وتحاول ترجع للساحة السياتية على طريق يشام جيراندو راح برلمان فوان كوم غاي يفرشك كيف ما كيفرش داك المقزم فكريا ديال جبالون اللي كيحاول يهم الناس أنه رجع للسلطة احنا برلمان فوان كوم كنقولوا للمغربة رسميا إياكم تتقف هاد بنادم حيط طلاحيتوا انتهت شحال هادي وستات ما دام واللي شافوا كيش طح مايجيش يضرب ليه بطريجة إلياس العماري سيسيني انتهى الكلام نقتل السر واسمعين ديانة في أخ نوش راح عاد غا نفتحه ملفك مع التعديل الحكومي وإن شاء الله نواكبوك بس قدقة وقبل ما نختم نمشي لقضية اختطاف صحفي الجزائري هجام عبود راح حكى لكل شي كيفاش تختطط إسبانيا وكيفاش تعنف وكيفاش وضفات المخابرات الجزائرية عصابة إرهابية من جنسيات مختلفة باش تخطفو وطرحلو الجزائر دابا المخابرات العسكرية بينات على فشل دريع ما دامت العملية فشلات والأمن الإسباني تحرك بسرعة وبنجاعة باش يفك سراح يجام عبود من يبتيهم المخابرات العسكرية بينات العالم أنها هاوية وفاشلة وأمية يعني ما كتفرقش بين الليف والزرواطة وبينات باللي راحة غير كتكور وتعطن العور كيف كيقول المتاني ولكن الخطير أن التحقيق اللي كيقوم به الأمن والقضاء في إسبانيا يمكن نتائجه تكون عندها ردود فعل قوية من دولة إسبانيا حيث الجزائر بغى تتمس سيادة الإسبانية وتمول عمل إرهابي فوق طرابها هاد شي يمكن ينعكس على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي اللي حتى هو ما يمكنش يقبل هاد اللعب ديلة للصغار ولكن الغريب العجيب هو ذلك الغبيد يا الرادي اللي قالوا له المخابرات الجزائرية اللي يموار فين كيعطاءه وخزه يغزه بالخططه هشام عبود ولكامبو خرج قال هو كيف ساخر بيع عميلا للمخزن وكان يعني يضع يده مع المخزن من أجل مهاجمة الجزائر وكذلك مهاجمة القضية الوطنية الصحراوية تم ترحيله من فرنسا نحو الجزائر إلى هشام عبود ههههههههههههههه مفرسوش أن السلوطات الإسبانية فشلت عملية الأستثار الكنبو ديال الراضي الليلي طاح على نيفو وحصل قيط طعاميل ديال كبرانات الزير الله ينجينا وينجيكم من طوابريا اللي عايشين معانا وفي ضربو فينا حال فؤاد عبد المومني اللي معطيه مو نجيب عفوا مو نجيب وهدك بنفاشل اسمحوا لي بالناجح ديال لا عدل ولا إحسان اللي ما كيحملوش بلادهم ومؤسسات بلادهم واللي معقدهم الحموشي والمؤسسة الأمنية اللي هي ركيزة البلاد في ضمان الأمن ومحاربة الجريمة وش فراسكم بأنه 93.415 المغريبي دوزوا الكونكور ديال هاد العام باش يدخلوا اللي بولي بمختلف درجات ديالو يعني المغاربة كي يتصابقوا باش يخدموا في الأمن ويساهموا في استقرار بلادهم كانشي مصدقي أكثر من هاد في أرباع الطوابرية بشار انتوا في نور المغريبين ولا لا يعطينا وجقوا وديرها غازية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر